كنت معهم في نفس الأمسية وكنا معا وقبل خمس دقائق من هذا العمل الإرهابي ذهبت باتجاهي مع سيارتي وهم مضوا في سبيلهم وأنا عدت خلال خمس دقائق عندما اتصل بي لبروفيسور دوغن وقال لي بأن هذا العمل الإرهابي قد حصل وأبنته توفيت فعدت خلال خمس دقائق إليه فكنت معه كل هذه الأيام أعرف تماما ما حصل وأعرف ردة فعله وردة فعله وهذه ردة فعل رجل حقيقي صاحب أيديولوجيا للنهضة الروسية وقال بأن أفضل ما نستطيع أن نفعله من أجدداشة ابنته وهي كانت محبة جدا لوطنها وما نستطيع أن نفعله من أجلها هو الاستمرار بحربنا الصادقة إلى أن نحقق النصر وفقط بعد أن ننتصر فهؤلاء النازيون الجدد الذين هم في قلب روسيا وفي أوكرانيا فقط حينها نستطيع أن نقول بأن موتها لم يكن عبثا وفي أوكرانيا